في ظل الاختناق الاقتصادي وتدهور الحالة المعيشية للسوريين في الداخل وبالتزامن مع الخطابات الشعبوية التي يتشدق بها بشار الأسد ورجالات نظامه المتمثلين في القادة العسكريين والسياسيين وأبواق السلطة من السياسيين والصحافيين بأن المشهد السوري المأساوي على الصعيد الاقتصادي سببه الرئيس العقوبات المفروضة على سوريا ابتداء من عقوبات الاتحاد الأوروبي ووصولا إلى قانون قيصر ولم ينفك المجرم الأسد يكرر ذات الأسطوانة التي ثقبها لسانه الكاذب بأن أكثر من خمسين دولة تحاصر الشعب السوري مما أدى إلى انهيار الاقتصاد ومعاناة السوريين ودفع ذلك لرحيل فئة كبيرة من الشعب إذن لم يتعلم الأسد من أبيه حافظ الكذب بسياسة الصندوق المفتوح أي أن بشار أغلق صندوقه ولم يعرض بضاعته على الشعب كما كان يفعل أبوه حافظ وقتما كان الشعب السوري يحتفل بعودة التيار الكهربائي والمياه إلى الصنابير هذا دون حرب وبراميل وتدمير مدن بأسرها حيث كان الأب الطاغية يمارس سياسة الواقع القسري من دون كذب ومراوغة ومحابات للشعب أما الطاغية الوريث بشار فإنه ادعى منذ قدومه إلى السلطة أنه قائد منفتح ويتكلم بلغة العصر والتكنولوجيا والفكر الحر حتى انقض بأنيابه ومخالبه على الشعب السوري عام 2011 حتى تاريخ اليوم فقتل مئات الألوف واعتقل عشرات الآلاف وحول سوريا إلى دولة فاشلة بمعنى الكلمة بل إنها من أخطر الأماكن على الأرض ولم يكتفي الطاغية المدلل من الصهاين بالقتل والاعتقالات وتدمير المدن إنما هجر ملايين السوريين بدعي التغيير الديمغرافي وسلب إرادة حتى المؤيدين له وجهز لكل مؤيد تابوت إما عن طريق الموت من الجوع والتهميش والاستغلال أو بطرق أخرى ليكون ضحية من ضحايا جيشه في مواجهة أقرانه السوريين بدلا من مواجهة العدو الصهيوني في الجولان أو فلسطين الحصار الممنهج والفساد ونهو السوريين كان قدرا على السوريين أن يعيشوا في ظل عائلة الأسد منذ خمسة عقود تلك العائلة التي لم تذر طريقة أو أسلوبا لقتل ونهب الشعب السوري إذ إن مقدرات سوريا وثرواتها أجمعها تصب في جيوب أفراد وأقرباء آل الأسد من النفط إلى الغاز والقمح وكافة القطاعات العامة والخاصة التي لم تسلم من الأيد الآثمة المتمثلة في الأخطبوط الأسدي ودائما كان خطاب الأسود والضباع القاتلة من آل الأسد ثروات سوريا في أيدي أمينة حتى الإنسان في سوريا قد استثمرته مافيا الأسد بأبشع الطرق وكل ظن العالم بأسره أن عصر النخاسة والعبودية قد مضى لكن نوافذ القصر الجمهوري التي يطل عبرها الطاغية بشار لها قول آخر ومقال مغاير وحسابات أخرى حيث لم يزل الشعب السوري منذ عقود يرزح تحت وطأة العبودية المتطورة إذ إن النخاس الأسد استعبد السوريين بكسرة الخبز وعن طريق أجهزته المخابراتية والمخبرين وقد أنتج أساليب عديدة لتفريق السوريين وزرع الفتنة بينهم علاوة على غسيل الأدمغة منذ الصغير في المدارس حتى مدرجات الجامعات لتأليه حزب البعث والقائد الواحد وما تسمى مسيرة النضال وهنا وهناك يهتف السوريون مجبرين باسم القائد وأطفالهم جوعة يهتف السوريون والأسد ورجالاته والمخمليون يزدادون ثراء يهتف السوريون بألم وفوق رؤوسهم الصياط وأمام أعينهم الأغلال والقيود لا ماء ولا كهرباء ولا بنا تحتية ولا حياة والأسد أيضا يهتف لكن ليس مثل السوريين إنما قائلا هذا هو الصمود التاريخي للثعب الثوري الصمود مع العتمة والجوع والأمراض والقتل والتجهيل الصمود على طوابير الأفران ومحطات الوقود الصمود أمام مشاهد الطيران الإسرائيلي تتجول في سماء سوريا إنه الأسد المقاوم بشعبه المفكك والمدن المدمرة إنه المقاوم عبر شاشات الأخبار واللقاءات الصحافية الأسد يقاوم والشعب السوري يقاوم لكن شتان بين الطرفين وما أبعد التشبيه يقاوم الأسد بالعهر الإعلامي وألسنة الثعابين والأفاعي مثل بثين شعبان ولون الشبل التي أبهرتها الاقتصاد العالمي باقتصاد سوريا المعافى كما قالت شعبان قبل فترة وجيزة أن الاقتصاد السوري أحسن بكثير من قبل العام 2010 كما ادعت لون الشبل أن الأزمة الحالية بسبب حصار الدول لسوريا والعقوبات وليس تدمير المدن بالبراميل واستجلاب الاحتلالات الإيرانية والروسية والميليشيات الطائفية الخبيثة أخيرا لم يبقى في سوريا متسع للحياة في ظل هذه العائلة القاتلة والنظام المجرم حيث تهجرت كل الكفاءات العلمية والفكرية وهاجر الشباب قسرا نحو الدول الأوروبية ودول الخليج منها حتى الكفاءات الموالية أيضا والتي لم تر سوى الذل والمحسوبيات والفساد عوضا عن قلق وخوف أغلب الشباب من الموت مجانا في مسرح الأسد الحربي فهل إن سقط النظام أو غادرت طاغية سوريا سيعود السوريون؟ أم أنهم أصبحوا جزءا من المجتمعات التي أصبحوا فيها لاجئين؟ أو ارتبطوا عضويا بتلك المجتمعات من حيث العمل واللغة؟ والأهم الأمن والاحترام وحقوق الإنسان الغائبة في المشهد السوري سوريا الحالية أصبحت بؤرة ومرتعا لشذاذ الآفاق والقتلة والاحتلالات الخارجية ولن تتعافى لعقود قادمة حتى لو غادرت طاغية الأسد غدا هذا عدا عن أجيال كاملة ولدت خارج سوريا وليس لديها أدنى فكرة عن الوطن نهاية الوطن حيث تعيش بكرامة وتعيش بحرية واكتفاء وهذا ما يفتقده السوريون وأغلب الشعوب العربية والإسلامية المقابل المشهد السورية الجنس من الجنس من البشر 这是 mainsقيد油 وفهم يجمع بالطور الجنس من الجنس إنه على المح paling طوال καenment ottangen جنس من الجنس اشتركوا في القناة